السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلى وسلم. مباركة على سيدنا محمد وعليه وصحاب الغرل المايمين. ازايكم يا سنة ساتة تبتدائي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هناخد لسن تو ان يونت فور. هناخد الدرس التاني في الواحدة الرابعة. ركزوا بقى معي عشان النهاردة عندنا جرامبر. بس ان شاء الله هشرح لكم بطريقة سهلة جيدة جدا وبسيطة. هتخلصوا الفيديو هتبقوا حافظين الجرامبر وفهمينه وهتعرفوا تحلوا عليه. فتعالوا نبدأ ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. طبعا الكلمات زي ما انت شايف كده قليلة جدا جدا. يعني كلمات سهلة وبسيطة. تعالوا نشوف مع بعض هنا الدرس التاني بيقول ايه? وعنده يعني هنا بيقول انا بذاكر بجده عشان اليه متحان. تمام? العنوان بقى ده هو اللي في الجرامبر. فتعالوا ناخد الكلمات اول حاجة. عندنا كلمة امتحان يعني اجزام اجزام اجزام. الفيلم الوثائقي اسمه دكيومنتري. 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 تمام? اسموها دكيومنتري. تمام? يبقى الفيلم الوثائيكي اسمه ايه? دكيومنتري. تمام? طيب بعد كده عندنا داخل المنزل اسمها اندورز. طيب القارق كلمة يقرأ ونحط لها تبقى القارق عندنا المراجعة اسمها التاريخ وخلي بالكم من كلمة عندنا الجن جات من والتاريخ وقت الفراغ الاخبار وممكن تسمعها عادي هي نوز أمريكا طيب ركوب الدراجة طيب نيجي بالتصرفات الأفعيل عندنا المنتظم study exercise organized 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 طيب بعد كده الغير منتظم spend run read read خلي بالك بقى من كلمة يقرأ read لأن المضارع والماضي نفس الكلمة بس في الماضي النطق مختلف يعني احنا عندنا في المضارع بنقول يقرأ read read عادي لكن في الماضي بنقول read تمام say said write wrote feed feed wear war وكلمة write أي w وراها r w بتكون silent في النطق تمام طيب التعبيرات وحروف الجر عندنا كلمة يذهب إلى الخارج get outside get outside يتطلع إلى look forward to look forward to وخلي بالك دي بيجي وراحك تاني يا اما اس يا اما اي ان جي تمام طيب يذكر بجد لي study hard for study hard for بعد كده في عطلة نهاية الأسبوع on the weekend on the weekend يستغرق وقت طويل take ages take ages take ages تمام بعد كده وديه هنقروها مع بعض نروح هنا للصفحة التانية عندنا حل على الكلمات دي بيقول the final book helps me pass my exam بيقول الايه الأخيرة آآ للكتاب ده ساعدني في ان انا اكتزل امتحان يبقى كده المراجعة الأخيرة تمام طيب بعد كده great dad bought a new car yesterday بيقول great a ايه هي العظيمة بيقول بابا اشترق عربية جديدة امبارح يبقى دي اكيد great news يعني اخبار جميلة رقم ثلاثة i like history so i always watch films انا بحب التاريخ يبقى هاسمع الافلام الايه يبقى documentary اللي هي الوسائقية i have to clean the house and my books بيقول انا محتاج ان انا انضف البيت واعمل ايه للكتب بتاعتي يبقى organize هرتب الكتب بتاعتي تمام طيب تعالوا بقى لل listening وال reading هنا عندنا ايه ايميل ياولاد عندنا from to subject from علي to اياد والsubject what's your news من علي لاياد وبيقوله ايه اخبارك اول حاجة كده احنا خلاص صلعنا to from والسبجكت والكلام ده كله بنكتب hi واكتب اسم صاحبي او dear واسم صاحبي فهنا كتب hi اياد وبعد كده الجملة الافتتاحية بتكون how are you and your family I'm happy to write it to you this email how are things with you تمام كل الحاجات دي مقدمات طيب قاله ايه بقى تعالوا نقرأ وبعدين نترجم هحطيدي على الكلمة عشان تبقى عارف نطق كل كلمة I'm studying hard for my exams at the moment but don't worry I'm not spending all my time indoors I know it's important to get outside and do some exercise so I'm doing running every morning in the park I'm also cycling on the weekends with my dad I'm trying to see my friends a few times a week too it's good to relax and have fun sometimes and we try not to talk about how our revision is going my friend is organizing a party at his house for the end of the exams so we are all looking forward to that اخر سطر معانا بيقول ايه what's the weather like in Alexandria it's really hot here already بيقول له ايه بقى بيقول له ازيك يا اياد اعمل ايه وبعدين قال له انا بزاكر بجد يعني بيزاكر بجد عشان الامتحانات بتاعته في اللحظات دي وبيقول لكن ما تقلقش انا مش بقى اضي طول الوقت يعني يعني جوه البيت بيقول انا عارف ان هو مهم ان احنا نطلع بره ونعمل كمارين عشان كده هو بيجري كل يوم الصبح في الحديقة وبيقول انا بعمل بيركب العجلة في الاجزات مع بابا وبيقول انا بحاول اشوف اصحابي في مرات قليلة في الاسبوع برضو وبيقول ان كويس ان الواحد يرتاح ويستمتع احيانا وبيقول احنا بنحاول ان احنا من نتكلمش عن مراجع بتاعتنا ماشي ازاي وبيقول صاحبي اثر هيزبط لنا حفلة او هينظم لنا حفلة في بيته وفي نهاية الامتحانات وبيقول كلنا متطلعين لده تمام في الاخر بقى بيقول الطاقس عام ايه في اسكندرية وبيقول ان هنا حرج جدا تمام تعالوا بقى نشوف بقى علي بيقوله ايه بقى في الايميل بتاعك الاخير انت سألتني قلتلي انت بتقرأ ايه فانا بحاول اخلص كل حاجة عن او قرب قرب ان هو يخلص اراءة عن الحال ايه المصرية الحال المصرية القديمة فبيقول ان هي تاخد مني وقت لكن هو بتاخد من وقت عشان هو يعني قرأ بطيء بيقرأ ببطئ يعني وبيقول لك ان انا بستمتع بيها وبحب كتب التاريخ وكمان الحاجات الوصائقية جميلة وبيقول ماما قالتلي ان هي هتجيب لي دي في دي هي هتجيب له يعني دي في دي وبعد كده بيقول له ماذا عنك بقى وايه وانت بتقرأ ايه تمام في الاخر بقى الجملة الختمية قال له اكتب لي قريب بقول لي ايه هي اخبارك وماذا اسمه تعالي تمام بس ده شكل الايميل خلاص كده خلصنا الاراية بتاع الدرس التاني تعالوا بقى نشوف الجرامر بتاعتنا بتتكلم على ايه بتتكلم على زمن مهم جدا وسهل جدا زمن المضارع المستمر زمن المضارع المستمر بيتكون من كم محطة من ثلاث محطات اول مولق للمضارع المستمر دولي ثلاث محطات ايه هم الثلاث محطات عندنا الفاعل اللي هو بيكون اي هي ات يا وي or there او اي اسم مفرد او اي اسم جامع المحطة التانية زي ما انت شايفها. ام واز وار. تمام? وممكن اختصر الام في ام. الاز ابوستر في اس والار ابوستر في ار اي. المحطة التالتة هتكون الفعل في اي ان جي. ملكش دعب دي. عشان اعرف الانفنيتف هتقول لي مصدر. هو مصدر ولا اي ان جي. لأ. انت بتجيب الفعل في المصدر ما فوش هي دفات وتروح انت بقى ضايف الاي ان جي. ملكش دعب دي. تمام? عشان هطلق بضل. فاحنا بنقول بيتكون من الفاعل وفرب تو بي اي ان جي. اه الولاد كانوا بيغنوها في الدرس كانوا بيقولوا ايه? فاعل فرب تو بي اي ان جي. فاعل فرب تو بي اي ان جي. ليه بقى بنغنيها? عشان احنا لما بيجي في الامتحانات كلكم بتروحوا تقولوا اي بلاين. تمام? وبتنسوا خالص فرب تو بي هو صغنن اي ومش بين الام وليس والار. لكن مهمين جدا وغلط لو ما كتبته همش. تمام? فهما بقى قالوا ايه? فاعل فرب تو بي اي ان جي. فاعل فرب تو بي اي ان جي. تمام? الاي ما تجيش غير مع الام. والهي والشي والات واي اسم مفرد يجي معه الاز. تمام? ويوي وزي واي اسم جامع تجي معه الار. تمام? وبعد كده برضو تجيب الفعل في اي ان جي. تعالوا نشوف الاكزامبل ده. بيقولي شي. استني يا ميس قدر محطة الاولى شي. طب والشي بتحب الاز والمحطة التالتة الاي ان جي. يبقى الشي اي ان جي. هي بتبعت ايميلات الايه? الدعوة دي. يبقى اخدنا المحطة الاولى التانية اي التالتة. يبقى لازم نمشي بالترتيب ده. طيب انا يا ميس عايز اقول انا مش هعمل مش هسوي مش هلعب. الكلام ده كله عايزة همفي. فقال لك في النفي عادي جدا. هتكتب اي ان ناط. تمام? مع الاز هتخليها ازنت والار هتخليها ارنت. وممكن تكتبها كده او كده. يعني هو مدينك مثالين. ممكن تكتب اه او الابستورفي ام والاختصار بتاحها اه الابستورفي ام وبعدين الات مينفعش بقى نكتب الاختصارين اللي هي مينفعش هكتبها كده. الابستورفي دين. خلاص دي غلط. فبنكتب لانا منفعش اختصارين وربعة فبنكتب ايم نوت لكن الاز عادي اختصرها از نوت والار ار نوت تمام وبرده لازم نجيب الان جي يبقى انت بس عشان بتنفي بتحط نوت في فرب توبي تمام بس اه دي طيب ناخد مثال اهو كتبه تحت زي aren't having lunch they are watching تيفي هم مش بيتناول الغداء ده هم بيسمعوا تلفزيون يبقى زي خدت الار ونفينا بنت اهي مع فرب توبي وجبنا الفعل في اي ان جي طيب والنحية التانية اثبات خدنا زي وار اختصرنا اهي واتشين تيفي تمام هتقولي ايمس ما اختصرناه ما اختصرناه ما اختصر هنا ونحط النبستروفتي لأ قلنا ما ينفعش اختصرين ما ينفعش اكتب خلاص كده غلط ولا برضو الاختصر بتاع هو راح حاطة غلط تمام بتختصر واحدة منهم بس فهمنا كده يبقى لازم من ثلاث محطات الفاعل فيرب توبي اي ان جي تمام الام والاس والار دول اسمهم ايه فيرب توبي فيرب توبي طيب تعالوا بقى نشوف في الاستفهام لو عملنا السؤال قالك لو سأل بام او از او ار هنا السؤال هيكون معناه هل فبنجواب عليه بحاجتين ياس اور نو ياس اور نو بتجواب ياس او نو تمام وبنعمل ايه بنعكس اول كلمتين ومع النو بنحط النبستروفتي والكلام ده احنا اخدناه قبل كده يعني مثلا هنا طب السؤال هيبقى ازاي احنا متعودين الفاعل فيرب توبي اي ان جي لا في السؤال تبدأ با فيرب توبي وبعدين الفاعل وبعدين الاي ان جي بتاعكس بها الايه الفاعل والفاعل المساعد فهنا مثلا بيقول لي ار هي الار بتجي مع مين مع الدي او الوي او اليو يبقى ار دي اورجنايزن ابرتي هل هم بينظموا حفلة فهدول مش بينظموا حفلة فهنقول له النو ونعكس اول كلمتين ازاي تنزل والار تنزل بس لازم مع النو نحط ناط تمام طب تعالوا نشوف المسال ده هل هي بتذكر الامتحانات يبقى بدل بايز يبقى على طول هنجاو بيس او نو هكتب ياس وكومة ونعكس اول كلمتين الاز والشامس هي دي كلمة ينس ودي كلمة اه تمام هتقول ده فاعل المساعد ودي الضمير لازم نعكسهم يبقى بدل ما هي از الشام خلاه شي از طيب ومع النو بناخد برد كومة ونعكس اول كلمتين بس لازم مع النو نحط ناط تمام نقول نو شي از انت خلاص في بقت ركاية خلاص هو كاتبها تحت لو سأل مسلا بالار يو ولقولت لك مسلا وين كمل مسلا السؤال فانت هتجاوب بايز ورنو تمام وخدنا لكم ونعكس بقى اول كلمتين اليو دايما بنعارفين ان احنا بنحولها اي تمام والار تنزل يا ميس ار لا اي ما تجيش مع الار تيجي مع الام يبقى هقول ياس اي ام ومع النو هنا هنحط ناط تمام يبقى انا عارفتك كده ان بتتحول ايام بتتحول ايام وساعات بنحولها تمام لو بيكلم الناس كتير بس في الشائع يعني الاكتر بنحولها ايام تمام خلي بالكم من الحتة دي وفي اليس والنوية اولاد ما بنكملش الايجابة ما ينفعش السؤال بهل ده يعني الايجابة بتاعته اسمها ايجابة قصيرة فما ينفعش ان انا اكمل بالي اجابة لا انا بحاجة ساول كلمتين ومع النو بحط نوط وخلاص ما تكملش فهمنا كده بس ده السؤال بيس ونو طيب انا بقى عايز اعمل سؤال بwh هتجيب اداة الاستفهام عادي او كلمة الاستفهام وبعدها برضو الفعل المساعد am او is او are وتجيب الفعل اللي يليق على دور وبعدين برضو الفعل في اي ان جين تمام وعايز تكمل السؤال كامل فهنا جيبنا what بعد what نجيب am او is او are بس ام يا اولاد دايما دايما يعني مستبعدة في السؤال انا مش هسأل نفسي فدايما مستبعدة فدايما في السؤال بكم is او are على طول تمام فقال what are الار بقى يجيب معها you او we او they فهنقول what are you doing صارة و بيقولها بتعملي ايه صارة فلما نجاوب هنشطب على اداة الاستفهام ونمسك الفعل المساعد هو الفعل الفعل اليو تتحول i طب والاي بتحب الار لأ يبقى هنا برضو حاولنا الار يو لأيام وهي بتعمل ايه ركبة العجلة يبقى هنقول am cycle لأ am cycling لازم بقى ing تمام بس قادي زمن المضارع الايه المستمر يتكون من ثلاث محطات الفاعل verb to be ing الفاعل verb to be ing تمام طيب بعد كده بقى بيقولك في نوتس صغيرة كده لو الفعل منتهب ايه ما ينفعش ان انا احط له ing على طول قالك لأ لازم تحزف الايه ليه لان انا دلوقت احط اي نجي الايه هنا متحرك فما ينفعش فاول وفاول واربع فبنحزف الايه ونحط الاي نجي عادي زي cycle cycling practice practicing طيب لو الفعل منتهب حرف second قابليه حرف واحد بس متحرك قالك اتضعف الحرف الاخير second ده وتحط الاي نجي زي swimming set sitting هنا التين قابلها متحرك واحد يبقى نضعف التين ونحط اي نجي طيب لو الفعل منتهب حرف second قابليه اتنين متحركين لا لو اتنين متحركين هتحط الاي نجي على طول من غير ايه ما تعمل اي حاجة زي feed feeding wait waiting طيب لو الفعل يا مسي منتهب اي ايه تمام زي die و lie احنا لو جينا مثلا قلنا كده احط الاي نجي على طول لا ده متحرك متحرك احزف دي الله تم بقت اي وهنا اي يبقى هنحزف دي قالك اتحزف الاتنين دول وتحط مكانهم واي وتحط الاي نجي على دي تمام يبقى بدلا ما هي lie lying die dying فيهم انتو كده لما ينفعش اتنين فاول زورة بعض في الانجليزي يبقى لازم نحاول ان احنا نعمل ايه change تغيير كده في الفعل تمام طيب هنا بقى بيقولك امتى بنستخدم زمن المضارع الايه المستمر ده ركزوا معايا كده بيقول ايه بيقول احنا بنستخدم زمن المضارع المستمر عشان نعبر عن الاحداث اللي بتحصل حوالينا اول هي على وشك الحدوث هتحصل يعني ايه او اللي هي يعني ايه بتحصل وحنا بنتكلم دلوقت في وقت الايه التحدث تمام زي كده she is studying for her exams this week هي بتذاكر اللي بتحاني الازبوع ده طيب تاني حاجة بيقول we also use present continuous to talk about actions that are happening at the moment of speaking برضو بنستخدمها للتعبير عن الاحداث اللي بتحصل وحنا بنتكلم تمام زي what are you doing summer بتعملي يا سمة I'm hanging up the streamers انا بعلق ايه شرية الزيلة طيب تالت حاجة بنستخدم فيها زمن المضارع المستمر we also use the present continuous to describe things that are happening in a picture برضو بنستخدم المضارع المستمر عشان نوصف الحاجات اللي بتحصل في الصورة فمسلا بنقول ايه they are playing with the balloons هما بيلعبوا بالبلونات who is wearing a bluetooth shirt مين لبس التشيرت الازرق ده فهمتوا بس ده استخدام المضارع المستمر نجبها الحاجة مهمة جدا 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 وهي الكيويرتز الكلمات الدلة اللي يخليني اعرف ان الزمن ده مضارع مستمر قالك من كلماته الكلمات بتاعته كلمة this لم يجب مع او month او year او مثلا tuesday monday اي حاجة تمام وكلمة today اليوم وكلمة نا والان مؤذم لازم تحفظ الاربع دول صمع عشان اول ما تشوفهم في الجملة خلاص موخك يشتغل على الثلاث محطات ام ازار والاين دي وقبلهم الفاعل فهمنا يبقى الكيويرتز مهمة طب اول ما شوفهم يمس خلاص كده ده مضارع مستمر تمام بس كده الزمن بتاعنا خلاص تعالوا بقى نحل ونشوف احنا اختارنا الحاجات ديلي فعندنا هنا بيقول ايه اول حاجة what are you today nada يا مسا ده انا عندي are you عندي الفعل المساعد والفعل يبقى انا اكيد لازم اختار الاي ان جي تمام ام for the football game اه ده انا عندي الاي والام يبقى لازم الاي ان جي يبقى practicing علي ان طارق aren't for the exams they are running in the park هما مش بيذكروا الامتحان ده هما بيجروا في الحقيقة طيب ما انا عندي طارق وعلي ادي الفاعل وارنت الفعل المساعد يبقى ناقص الاي ان جي عمر از اه فاعل ومساعد يبقى لازم نجيب اي ان جي تمام اي بلين اه ده انا عندي هنا الفاعل الاساسي والاي ان جي يبقى لقى ناقص the verb to be the i بتحب الام يا مسا ده اي ام نوت عادي ما هي انا في ممكن اقولها i'm not playing basketball انا مش بلعب basketball تمام طيب بعد كده بيقول we نقط our lunch at the moment طب ما احنا ممكن يا مسا نقول we eat ايه المشكلة عادي بس انت عندك هنا اه كلمة دل على المدارع الايه المستمر at the moment يبقى لازم اه الفاعل verb to be i in g. ال we طبعا بتحب ال r وبعدين ال i in g. رقم سبعة where are they going? اه هنا بقى جايب كل حاجة وعايزك تجيب الكلمة ده على الزمن. هنا عندنا الفاعل وبرب to be وال i in g. ما هو عايز ايه? عايز ال keyword. نقول له هو انتم رايحين فين? انبارح ولا last week ولا now ولا last year? لا طبعا ناو. ده الثلاث كلمات دول ماضي. ما ينفعوش. تمام? طيب رقم ثمانية. the boys are through this today. عندي كلمة today اهي كلمة دلة. يبقى انا عندي الفاعل وبرب to be يبقى لازم اختار ال i in g. we are خلاص بقى عندك ال we وال r وكمان عندنا as the moment يبقى لازم اختار ال i in g. what رقم اتناشر. she wearing a hat for the party. الله ده لعندي شيء فاعل وبرب to be. يبقى لازم نختار ال i in g. يبقى لازم نختار verb to be يبقى ال r. لان عندي هنا نوها ودليدة جامعة اتنين. والجامعة ياخد ال r. بعد كده امينة is فاعل وبرب to be يبقى i in g. طب فيك المدلة aya مس اهي اتزا مومنت يبقى متى كده بالحل صح? رقم اتناشر. she wearing a hat for the party. الله ده لعندي شيء الفاعل wearing the i in g. يبقى هناخد مين? verb to be l is. ليه? ما خبناش ال r لان هنا شيء مفرد تاخد ال is. طيب. نسمة. نسمة لابسة احمر للحفلة. طيب من عندي نسمة الفاعل وال i in g. انا اسني verb to be l is. تمام? فهمتو كده يا ولاد? سهل جدا 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 الزمن ده. انا شرحته بالزبط في عشر دقايق وسبتهم يحلوه. ما شاء الله حلوه في سويني. كانوا بيتخانقوا عشان مين يجاوب. ما شاء الله عليهم. هنا بقى بيقول اي? my dad is work in france this year. اه ده انا عندي this. اه يبقى هذه السنة وهذا العام. يبقى هنا بابا مفرد. وال verb to be يبقى ورك ما ينفعش ورك. تبقى ايه? working. اضيف لها. فتفيت السكر. ال i in g. طيب. زي students. بي. اه. الطلاب بيذكروا بجد. ما عندي الطلاب يمس. وعند ال i in g. يبقى انا عايز verb to be. طيب هو اصلا جيب لك verb to be. بصوا معي. verb to be ده. اهو هنشرحها في الحتة دي. verb to be. ليه تلات اشكال في المدارع. يا am. يا is. يا or. فانت لما بتشوف verb to be بتصرف التلاتة دول. تشوف بقى لو اي تاخد ام مفرد اس جامعة or. فهمتوا كده? يبقى اول ما اقول verb to be مخك على طول يجيب التلاتة دول. طيب زي students. جامعة. يبقى ال b دي هتتحول هيكون شكلها كده. or لانه students جامعة. طيب. where is your parents traveling this week? اه ده انا عند your parents جامعة. وعندنا ing. يبقى لازم verb to be. طيب ما هو از. لا ده الجامعة هنا بياخد ال or. طيب. we are help? no. we are helping. اهو. طيب are they are you playing today? yes i. عايز تصرف ال b. طيب ما احنا بنجاوب بيس ونو نعك ساول كلمتين اليو بتتحول اي. وال or هتتتحول ام عشان ال i. تمام? طيب. they haven't enjoy their vacation at the moment. طبعا دي هطلق بطك ليه? هتقول لي. they have. طيب خلي بالك. اه ده كلمة دلع المدرع المستمر. يبقى الفاعل. طبعا عندك هنا زي بتيج معها or. بس خلي بالك دي haven't. يبقى هتنزلها aren't. لو have بس هنزلها or. بس. يبقى لو جاي بحاجة نافي. انزلها نافي. اسبات. انزل اسبات. تمام? ركز بقى في رقم سبعة. she is studying for her exams. not week. last week. بيقول هي بتذكر المتحل للاسبوع القادم. طبعا هنا عندنا مدرع مستمر فما ينفعش last فبنقول this week. تمام? ليه الاسبوع ده? we are cycle today. لا cycling. stop. عندك هنا اي? نحوشها ونحط الاي اني جي تبقى cycling. طيب حسن النور have watching a DVD now. عندك كلمة دلع هنا. يبقى لازم ثلاث محطات. نور وحسن دول الفاعل. دول جامعة. فاخدوا من or. مالكش ضعب هاف دي خالص. عندك دي جامعة فتاخد ال or. وكمان هو جايب ال i n g هنا. تمام? طيب. تعالوا بقى نشوف مع بعض على الدارس التاني. اول حاجة طبعا عندنا هنا listen. تمام? الليسن هنجيبه من ورا ونقرأه. تمام? انت طبعا عندك احنا في صفحة كينة واربعين في المعاصر. انا هجيب الليسن وانت اسمعه معايا. واكتب. تجرب. جنرال نوات اوكي. بيقول ابا. ام ستطينم حيد ل Gerad for my exams. they will start the next month. i organize my day. i study 3 hours a day. in my free time i get outside and do some exercise. i go running with my friends in the morning. i know it's important to study hard and relax too. هقول هما ركمين. طيب أول حاجة هنا بيقول طبعا سبعا القمنا دي كلها يبقى نكتب true غلط احنا سمعناها next month طيب صح كده يبقى true بعد كده لأ غلط احنا ما قلناش swimming احنا قلنا running تمام يبقى تعالوا بقى نحل الاكمل ده على المحادثة عندي كلمة اجزام بيقول ايه انا بعمل ايه الانجليزي وبعدين خلي بالك انا عندي هنا الاي والام يبقى عايزين انجليزي يبقى ما عنديش غير من استادين when is your english نقط قالت لها next week قالت لها امتى امتى حني الانجليز يبقى هنا الاكزام انجليش اكزام فقالت لها الاسبوع القديم do you spend all your time no i dont what do you do when you get outside i go outside and do some قالت لها هل بتقضي طول الوقت ايه جوه يبقى in doors فقالت لها لا طيب لما بتعملي بتعملي ايه قالت لها i do some يبقى exercise بتعمل شوية تمام طيب تعالوا بقى للتوصيل يا سلاسة. ابعد بس الكاميرا سيكا. اهو. عشان تشوفوا كل الاسئلة. اول حاجة. الله يا مسي ده بدأ بار. ولو بدأت بار يبقى ده سؤال. تعالوا بصوا كده. في سؤال هنا. وسؤال هنا. بيقول هل انت بتلعب? هنقول زي القاهرة? ولا هلعب طبعا اي فوتبول? يبقى دي نمبر وان. تمام? the party is. الحفلة. ده نعندي از. يبقى هنشوف بقى. like كيرو. studying at the moment. me your news. relax and have fun. والعين ده living room. الحفلة هتكون فين يبقى اكيد. في living room. تمام? it's good too. من الجايد ان احنا ايه? يبقى relax and have fun. نسترخ ونستمتع. he isn't. او ده نعندي he. و is. يبقى لازم نجيب ايه? او studying at the moment. what the weather? او ده نحمدي وات. يا مسي سؤال. الحقه. يبقى ما عندي سؤال دي. what the weather like? انكيرو. يبقى الجو عاملي في الكاهرة. خلاص? طيب. تعالوا بقى نشوف الاختيارات. بيقول هنا ايه? you look very tired. انت شكلك تعبين. you need to? انت بحتاج ان انت ايه? يباكي to relax. i'm forward to the party to see my friends. انا متشوق ان انا اروح الحفلة او متطلع الى. احنا قلنا ده تحبير على بعضي. look forward to. بيجي قبلي look بكل التصرف. look looks looking. تمام? i'm a slow. i take four weeks to finish reading a book. انا ايه بطيء? ده انا باخد اربع اسابيع وبال ما بخلص قرية الكتاب. يبقى انا اكيد ايه? يعني قرق بطيء. او ده انا عندي او تيجي مع مين? مع الجامعة ومعنديش غير اذا يبقى اخدها. نيجر الصفحة اللي جنبها. بيقول هنا ايه? اه. where you going now? ده انا عندي you. اه. يو تاخد مين? تاخد الار. تمام? اه. 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 ادى مومنت. ادى مومنت دي مضارع مستمر هو جايب الفعل والآين جيب انا جيب ربط بي. اله بتحب الاز تاخد از انت عادي. تمام? طيب بعد كده. اه. اه. انا عندي خلي بالك. يبقى مضارع مستمر. يبقى هنقول اي. بتحب الام. هننزلها بس هنحط لها. اي ان جي. تمام? طيب. بي هي اه. اه. برضو ادى مومنت مضارع مستمر. يبقى بدل ما هي بي هنصرف. احنا قلنا البي لها كم شكل? تلاتة امس. اموي از و ار. اللي هي تحب المين? يبقى هنقول از. خلاص? عشان ار و اي? وزي. طيب موم استنى بقى الجدي. جدي منتهى بساكن قبله حرف واحد بس متحرك. يبقى نضاعف. ونحط اي ان جي. طيب نيجي ليه? عنديني هنا الشي. الشي بتحب الاز. واحنا قلنا شي از. يبقى ناخد اي ان جي. طيب ما انا عندي رونن و جوين. نقول شي از روننج جوين ولا شي از جوين روننج? لا. جوين روننج. تمام? يبقى هي تجري كل يوم الصبح. نجيب الفعال مساعدة على طول. وات ار. والار يجمعها يو. وبعدين الاي ان جي. وبعدين ديس. تمام? طيب هي بتحب الاز. وبعدهم اي ان جي. وبعدين اي بورتي. تمام? اي بتحب الام. وبعدها اي ان جي. ام سايكلينج. يعني هو بيركب عجل في الاجازة. تمام? خمسة وهنا ستة. اخر حاجة بقى هتكتب ايميلا الايميل. الايميل ده لصاحبك من خمسة لستين كلمة. وهتتكلم عن ازاي بتقضي وقت فراغك? ودي ان شاء الله هنتلها في فيديو الواحدية بازن الله. خلاص كده يا سنة ستة. كده هنبقى خلصنا الدرس التاني والجرامر بتاعتنا. لو عايزين اي حاجة اكتبوه في الكومنتات ولو لقيتو الكومنتات مقفولة ادخلوه على بيتج الفيس برضو بنفس اسم القناة انجليزي ببالاش. وابعتوه للي انتو مش فاهمينه. اشوفكم بالخير ان شاء الله في فيديو جديد. والكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.